عشان العيال مش يلوك تجنب. ايه يا امه? يعني هي اها انت مش عارف ما هو خوف على ابنها. اني وياها كان معايل ولا كان بنت ولا كان. عندي كم معايل يا ستة. ما انت كان عندي كم معايل واحد يعني كان الامر كبير. مش عالك انا نكونك عايزة انا هو ما اخدني يا جاريكة وياك. عندي كم معايل يا حاجة. هي اللي كتحسة يا مهناء. كان ولد وكان بنت غيرها. ليه كان دايما. ليه عشان الست تجاوز? ليه ما كانتش حقا تقعد معاك بودها عام? ايه الدفع ان هي مش عايزة تقعد معاك? عشان ولاد خالها. ولاد اخوها. لط ابنها. طب ده ولاد اخوها يعني اكيد. طب ان هي جيت قدام المحكمة وقالت انا رحت ابن كده لشيخ. والشيخ ده هو اللي قال. يعني امرأبنا بقى ان كان ماشي. اه انها مانتي كشخصك متعرفي. الله اعلم. اه انت كنت مع عمها لما ورحت بيتها. طب لما رحت بيتها وشفت ابنها ميت ومتقطة. انت كنت موجودة ولا عمها بس? طب هي معمول لها اعملها بس. طب هي معمول لها اعملها بس. سعلا. مصي حاجة لما شفت ساعاته في الوقت. بتقول ان امرأة عباها عبلا لها كده. طلبتك النهار. واحدة 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 ستتسألها يا ميت عاملت كده في ابنها انا هي تعبانة. تعبانة. لان في شديد. لا ما عملاش حاجة في حاجة. ولا كنا متوقعين اللحزة دي. ايه. مش كنا متوقعين يا خالص. لان شديد حب ازادي عن زوج. اقولي. كملي. انت بقى نفسك في النهاردة. يعني انت بتقولي اني بنت. على جيبان وبدني. ما يجبوني حطونا يا ايه. 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 قولي لي يا امي. قولي لي يا امي. قولي لي يا امي. قولي لي يا حبيبين. أنا مش عارف الناس كلها بتتدخل ليه متابعين متابعي الفاهرة 24 كايرو لايف معنا النهاردة والدة هناء تخرج عن صمتها الأم حزينة على بنتها الأم بتصدق لأنها طبع الجواه طبعا متابعين الأعزاء الأم بتقول إن بنتي مش طبعية وأنا بنتي تعبانة وكان عندي إخوتها ماتوا بالجهور ثلاثة غير أخوها اللي معاها طبعا الأم في حالة صدمة بتقول أنا يعني بنتي أنا شايفة لبنتي تعبانة والبنتي ما تعملش كده وقلبها موجوع وكان نفسها بنتها تعيش معاها وتاخدها في حضنها لكن هناء ما كانتش حابة تعيش معاها علشان أبناء أخوها تبقى هي مرتاحة هي وابنها في بيت واحد الآن هي أم الأم مغلوبة على أمرها الأم في حيرة اللي هي عارفة كلمين يا أمي كلمين يا أمي يا أمي يا أمي ما تكلمش حتى حق خالص